اهلا بكم مشاهدين الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة ضيفنا هنا في الستوديو الشاعر السوري المتميز حقا الأستاذ خالد لمحيميد أو كما يحب أن أناديه بأبي جاسم حي الله أبو جاسم حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا أكم الله أستاذ مصطفى شكرا لك وليقناة الرافدين على هذه الدعوة الطيبة أستاذ خالد وقبل الشعر يعني معلومات لابد من عرضها أمام المشاهد العراقي والمشاهد العربي عن خالد لمحيميد في سطور قصيرة تفضل خالد لمحيميد سوري من مدينة حما من موليد عام 1985 نعم من مدينة حلفايا بالتحديد أقيم في تركيا منذ ما يقارب 11 سنة شاعر سوري أكتبوا للوطن نعم وأكتبوا للحب والجمال أكتبوا للحرية أكتبوا للمبادئ الإنسانية وأنت عضو الجمعية الدولية للشعراء العرب في مجلس إدارة نعم أنا عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للشعراء العرب والمدير الفني لمهرجان الشعر العربي الذي سيقام بعد أيام قليلة إن شاء الله على خير نرجو لكم التوفيق قبل النقاش وموضوعنا اليوم عن الحرية في شعر خالد لمحيميد وكذلك نظرتك الشخصية لعموم الشعراء الذين يكتبون عن الحرية وهل فعلا هذه الحرية التي تجري مدادا على الأوراق يمكن تطبيقها بالفعل على الأرض أم لا قبل كل هذا نريد لاستماء إلى قصيدة افتتاحية على بركة الله بما أن الموضوع عن الحرية نقرأ خارج أسوار الوقت إذا الماء ولّى ما تفيد المراكب وهل لغريب إنكب الحظ صاحب ومن يرجع الأيام إن عز وصلها وكل طريق عكس ما شئت ذاهب ومن يمسح الدمع الغزير هطوله وأول من غذ البكاء الأقارب يا الله أنا يا بنات الدهري ما جئت منكرا فعن أي شيء في الحياة أعاقب عن الصبح يا للصبح كم طال هجره تأجل عشرا مدغزته المناصب عن الأرض صارت في يدي حقيبة فهل كان ذنبا أن تضم الحقائب عن الأرض صارت في يدي حقيبة فهل كان ذنبا أن تضم الحقائب لا والله لقد صاحبت النار في كل وجهة وفي العرف قول صاحب المرء صاحب حرقت مسافات الحنين بدمعتي فللدمع طبع انطم الشوق لاهب هرمت فتيا وانقض الغيث قبل أن تخلق في رحم السماء السحائب أقلب أوراق الأمان لعلني أفوز بحلم لم تطله النواعب يا الله معي وطن ينداح في كل غربة كمن داح في نخب المرارات شارب معي وطن ملء الأسى دم عينه يا الله يحاول رتق الجرح والطهر غالب كلانا يتيم نقتفي ظل بعضنا كأننا بوجه الحق عين وحاجب كلانا كلانا يتيم نقتفي ظل بعضنا كأن بوجه الحق عين وحاجب كلانا غيور سابق الموت نبله يضم انكسار الكون والكون ناصب يا الله لقد ميت يا فيحاء خمسين ميتة وعدت إلى آذار عمرا يحارب تجاوزت ثم الوقت مذ صرت هالة فهل تلدغ النور الخفي العقارب أنا ابن سنين ليتمي جردت من يدي ولكنني رغم الخسارات واهب عجنت بصدر الآه في الحرب حنطة ليقتات من جنبي بيت وراهب جميل جدا ولم أكو بالقهر الذي صال راغبا ولكن عن الذل الذي سال راغب وها أنا ذا نخل يجاذب ريحه طويل كهذا البحر حين يجاذب تغالبني الأنواء حد سيائها وحسبي فخرا أنني اليوم غالب وحسبي فخرا أنني اليوم غالب لا فضى فوق أستاذ خالد هذا التجاذب ما بينك وبين النخيل الريح ارتباطك بالأرض هذا الحزن هذا الغضب الشديد ربما يفجر داخلك بواعث الحرية واشتراطاتها كذلك عن فكرة الحرية في نفس خالد لمحيميد أخبرني بصراحة الحرية من أسمى المبادئ التي يمكن أن يجري ليحققها الإنسان عن خاد محميد أرى العلاقة بين الشار والحرية هي علاقة انسجام تام هي كعلاقة الجسد بالروح نعم فالانفصال بينهما يعني موت القصيدة عن حريتك الشخصية هل هي متوفرة تماما كما تحب تقصد بالقصيدة بشكل عام ليس فقط بالشعر لابد أن يكون لكل إنسان مساحة من الحرية تتوفر وهناك مساحات أخرى يمنع الاقتراب منها أو التصوير كالمناطق العسكرية نعم سواء بحكم ظلم السلطات أو القوانين التي تفرض في البلد التي تعيشها أو أو إلى آخره نعم لكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة الشاعر الذي يؤسس للحرية بدمه بحبره بقلمه إلى آخره لكنه لا ينالها ولا يعيشها كيف لفاقد الشيء أن يعطيه مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه هو مبدأ نسبي نعم حتى كل شيء في الحياة نسبي لا يمكن أن تحكم على شيء بأنه مطلق أحسنت ففاقد الشيء قد يعطيه الله نعم كثرهم الشعراء الذين فقدوا حريتهم الشخصية عززوها في الكتاب لكنهم عززوها في الكتاب ورثوها للأجيال ورثوها للأجيال أوصلوا صوتهم إلى الشعوب التي تطمح إلى تلك الحرية ما الضريبة التي ينبغي عليك وعلى الشاعر وعلى كل كتب أن يقدمها ويدفعها حتى يصدقه الناس الذين تتحدث عنهم بكل تأكيد يجب أن تكون أنت مثالا لغيرك حتى يصدقك الناس لا يمكن أن يصدقك مستمع أو قارئ أو مشاهد قبل أن يرى ذلك الأثر فيك أحسنت الحرية مبدأ كبير يقول المنفلوطي الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس فمن حرم منها أو فمن عاش محروما منها ظل في ظلمة حالكة طوال حياته تتصل حتى ظلمة الرحم يا الله جميل هذا المعنى نعم جميل هذا المعنى فالمبدأ الحرية مبدأ كبير يتحقق ربما في كثير من الشعراء وليس ببعيدا أن الشعر اليمني عبد الرحمن سراج رحمه الله نعم بدل دمه كما قال المتنبي قضى في سبيل حرية نعم قضى في سبيل حرية يقول المتنبي تهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله الله من أجل هذا تبذل الدماء من أجل هذا نحارب حتى نصل إلى مبتغانا تهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله هذا ما قاله المتنبي ماذا يقول خالد المحميد في قصيدة جديدة فضل اقرأ ما تحب على ما يبدو هذه قصيدة جديدة نعم أشد على شعري من جديد أشد على شعري جميل وأرخي مدامعي فتحمر من وقع البكاء مطالعي أحارب جيش اليأس بالبأس حالما بأرض كبيت الله فوق المطامعي بأرض تخاف الله في الناس دون ما جياء وجلاد وغمد مخانعي الله ومفت وقود النار من قش دقنه وجامعة للمارقين وجامعي وجامعي ودين على مقياس من صاغ شرعه مقيدة أركانه بالمنافع وقانون عدل ينكر العدل وصفه به فصلت أبوابه بالمدافع بأرض إذا ضاق الفضاء بأهلها تصير قضاءاً واسعاً جد واسعي أنا حنبلي الطبع في حب موطني عظيم وحسبي بهذا الحب إن كان شافعي تواضعت حتى صرت في الناس شاعراً وهل يرفع الإنسان غير التواضع لا والله حسنت قصيدي جراح الشام ترتيل نزفها قصيدي جراح الشام ترتيل نزفها ومسراً لعاصيها العنيد الممانعي تلقنته من لذغة الحزن يافعاً ولقنته أحلام طفل ويافعي تلقنته من لذغة الحزن يافعاً عظيم ولقنته أحلام طفل ويافعي وآلام بيت يحضن الأرض سقفه وغصة حارات وغربة شارعي وصوت خيام تستضل بنازح وحرقة منفي وآلام ومال ضائعي يا الله أنا باختصار الشعر حقل مشاعر يقاوم أمات السنين الزوابعي خبست لمن جعوا فؤادي قصائداً وللآن لم يطعم من الشعر جائعي مضت عشرة سوداء ما زال مرها يكسر أصواتي ويكوي أصابعي تخلى حماة البيت عن عرض بيتهم وخلوا شمال الحزن خصب المواجع إذا رجعوا يا دار من دون هامة فإني ولو علقت لست براجعي إذا رجعوا يا دار من دون هامة فإني وإن علقت لست براجعي لست براجعي هذه القصيدة الممتلئة بالوجع بالأسى بالإحباط من الحالة المبكية التي وصلت إليها كثير من أوطاننا هنا الشاعر يفكك بعض الأحداث التي عاشها أبناء وطنه إنه يريد أن يعود إلى بلده هو لا يرفض العودة لكنه يرفض عودة الذل لمن ظلمه واضطهده وقسى عليه ويريد أن يعود عزيز الشأن طويل العماد مرفوع الرأس لا متأطئة صدقت أستاذ خالد أحسنت ولا فضفوك إذا أردنا نتحدث أيضا في صلب موضوعنا عن فكرة الحرية وكي تبقى هذه الحرية أملا مشاعا في نفوس ووجدان أبناء الأمة وكل من يعني يلتفون حول الشاعر ويقرؤون له ويؤمنون بأفكاره ويعتبرونه مشعلهم إلى بوابة الشمس ما المطلوب أو اللازم أو الواجب على الشاعر أن يؤديه كي تبقى الحرية شعلة مشتعلة داخل الناس جميعا يجب أن يكون صوت الشاعر أقوى من القطبان التي ترسم على فمه من قبل الطغاة والمستبدين نعم يجب على الشاعر أن يقتدي بالطائر بمعنى؟ أن يتخلص من الجاذبية الأرضية أن لا يعترف بالحدود فالطائر كما تعلم ليس له حدود برية لا يحمل جواز سفر لا يحمل جواز سفر وليس مطالبا بإذن سفر نعم فعلا فإذا كان كذلك وصل صوته بكل تأكيد هل الطيور أكثر حرية من بعض البشر اليوم؟ بل إنها أكثر حرية من كثير من البشر يا الله هل تعتقد أن القدر الذي ينتظرك هو قدر الطائر الذي شبهت نفسك أو شبهته بالحرية؟ أم أنك تطمح إلى ما هو أبعد من فكرة أن تكون طائرا يحلق في السماء فقط إلى طائر يحلق في قلوب محبيه؟ بكل تأكيد مادام ينظر للأعلى ويقتنصه أيها فلن يثبت عزم الطائر القفص ولن يجب رسول الشمس عن غده شراك من وأدو الأحلام أو خرصه إن الذين يرون الصمت تبرئة هم الذين على أعقابهم نكصوا الله إن الذين يرون صمت تبرئة هم الذين على أعقابهم نكصوا جميل جدا والثائرون سحاب الخلدي ما نفدوا سيهطلون حياة كلما نقصوا المستحيل حكايات مزورة من صلب كل محال تولد الفرص من صلب كل محال تولد الفرص أحسنت لفضفوك أستاذ خالد الفرصة التي تنتظرها لابد أنها ممتلئة بشعورك بلزومية الحرية وهذه الفرصة لن تتوج في ذاتك إلا إذا كانت محاطة بحرية إلا إذا كانت مغسولة بما الرجل الحر الباحث عن وطن حر كيف لهذه الفرصة أن تتأتى انطلاقا من فكرة الحرية لكل مجتهد نصيب نصيب لكي تصل إلى هدفك يجب أن تجتهد ونحن نجتهد بسيفنا الكلمة الشاعر يرفض أن يكون مقيدا لا بكل تأكيد لكن هناك من قبل القيد من قبل القيد زج في سجون الذل والخضوع والمهانة ومن رفضه كان بمثابة الطير الذي تكلمنا عنه حتى وإن زج في سجون الظالمين حتى وإن زج في السجون يكون أكثر حرية من سابقه بكل تأكيد لأنك في النهاية امتلكت الشعور للرضا عن الذات يعني إذا خيرت بين أن تزج في سجون الذلة والمهانة بينك وبين نفسك على الأقل وبين أن تقول رأيا حرا كما تسميه ويسميه كثيرون وفي المقابل تدفع ثمنه قيدا وسجنا حقيقيا أي السجنين تفضل سجن الحرية بكل تأكيد ونحن دفعنا هذا الثمن نحن كسوريين دفعنا هذا الثمن أنا كشاعر سوري دفعت ثمن كلمتي وها أنا مقيد في غربتي أحتاج لإذن سفر حتى أتنقل في شبر من الأرض يا الله بالمعنى المجازي وأثمن ما حصلت يا شام كم لكن يساوي إذا بالغت ما فيه من حبري يا الله جميل هذا البيت وأثمن ما حصلت يا شام كم لكن وأثمن ما حصلت يا شام كم لكن يساوي إذا بالغت ما فيه من حبري هل الإنسانية كذبة كبيرة لماذا راك تأثرت في البيت الذي قررت لأنها قابعة تحت مسمى السياسة كل عمل تدخله السياسة تنزعه حتى وإن كان دينا يستحق السوريون يستحق كل من بذلوا في سبيل حريتهم على امتداد الخريطة التي تحمل آمالنا يستحقون حياة أفضل من الحياة التي يعيشون ليس السوريين حسب الكل العرب الإنسان العربي إنسان كبير نحن نرى في مغتربنا الطاقات وبقية المغتربات الأخرى الطاقات العربية التي تحتل المراكز الأولى في كل مكان من إحاء الأرض الفلسطيني المرتبة الأولى على الجامعة الفلانية العراقي في المرتبة الأولى على الجامعة الفلانية فلان فلان السوري مراتب الأولى في الجامعة الفلانية يستحق العرب أن يرتقوا إلى المكانة التي تليق بها ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا صدق من قال هذا القول ماذا يقول خالد الآن؟ أقول شعرا تفضل قصيدة كتبتها في شهداء العراق بعنوان نور ونار تفضل الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثراء آذارا وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهواء أنصارا هم صوت هذه الأرض بسمة خدها نور بوجه الليل أو قد نارا الله هم ذخروا تنور هذا الطهر من إيمانهم بالفجر حتى فارا هم لا شبيه لهم سواهم أو غلت لآتهم في صمتهم فانهارا شقوا طريقا للفرات جديدة لم تبق في كف اليباس قفارا المطعمون الأرض نسف جراحهم يا الله صاروا لأفلاك الشموخ مدارا لن ينفدوا أو ينفد الصبح الذي كسر القيود وصفد الأعذارا ستجيء من أقصى الخلود دماؤهم شمسا لتبني للبلاد نهارا وسيولدون بكل موت عارم من كل نخل يا عراق مرارا سيولدون مرارا ومرارا ومرارا أحسنت يا خالد أحسن الله عليك أستاذ خالد بعيدا عن فكرة حرية الشاعر فيما يكتب وفكرة الحرية التي يؤسسها في نصوصه حتى تكون مشعلا أمام الآخرين من يهتدون بكتاباته ويقتدون بسيرته ويعني يلتمسون منه طريق الوعي تجاه أحلامهم بعيدا عن كل هذا نريد أن نتحدث عن فكرة أن الحرية ليست مفهوما مطلقا ومتروكا هكذا على عواهنه وإنما لابد له من ضوابط لا نقول قيود ما رأيك في ذلك؟ بكل تأكيد أعود إلى فكرة لا شيء مطلق حتى الحرية ليست مطلقة أنا أشبه الحرية بالدولة لها حدود وعليها حرس فلا يمكن تجاوز حدود دولة ما بدون إذن سفر أو جواز سفر أو إذن عبور إلى آخرين فالحرية دولة لها مؤسساتها ولها حرسها ولها حدودها ويجب أن لا تتجاوز حدود هذه الحرية تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين فلا يمكن أنا أن أدعي لنفسي الحرية وأزعي ججاري لا يمكن أن أسمي التجاوز حرية لا بكل تأكيد أو التعدي حرية التعدي ليس حرية وإلا الدكتاتور اعتبر نفسه حراً وإلا لكان الدكتاتور حراً بتصرفاته بقتل شعبي بتهجيرهم فمبادئ الحرية تحدد مدى إمكانية التحرف داخل أسوارها والقيم السامية التي خرجت من أجلها أنت على ظالم أو دكتاتور طمعاً بحرية منتزعة منك هذه القيم هي التي يجب أن تكون المادة الخام والتأسيسية لهذه الضوابط التي تضمن لك حرية تقوم على أسس الوعي ويشترك بها جميع أفراد المجتمع يشتبكون بها من أجل إثرائها وإثباتها فحرية كل فرد من أفراد المجتمع تنتهي إذا ما جاء على حرية الآخر صدق صحيح قبل الفاصل نريد قصيدة للقصيدة دي مجدداً ماذا ستقرأ هذه المرة يا ترى؟ أقرأوه هذه المرة كي لا يغضب حنابلة اللغة تفضل باحث عن الماء لعينيك ما للصبح من حصة الشمس من جديد لعينيك ما للصبح من حصة الشمس جميل وما للمدام العذبي من لهفة الكأس وفي كفك الحنطي أمشاط رحمة تقيل هموم العمر عن سدة الرأس تلوذ بك الآمال إن عز وصلها لأنك يا فيحاء قديسة الأنس لأنك يا فيحاء قديسة الأنس جميل جداً بنيك ست القلب في البعد غارق يفتش عرض البؤس عن قشة البأس تداوله الأيام ما بين بينها وما لغريب الدار بد من الحبس حنانيك هذه الأرض صخرية الهوى فكيف تنال التبر من جامد فأس حنانيك هل يبتل عرق مجفف إذا صار نبع الماء ضرباً من الأمس حنانيك من يدلي إلى القلب حبله وكل أياد الناس من زوعة الحس يا الله يقولون عن مضناك في الشعر ساحر يقولون عن مضناك في الشعر ساحر ساحر يشق جدار الصوت والموت بالهمس وما كنت لا والله لو ما مسستني وأصدق ما في الشعر ما جاء من مسي وأكذب ما في الشعر قول لمدع يبرر فعل الريح في ميسم الغرس الله لقد لامني العذال في رخص أدمعي وأني أشيع الحزن واليأس في العرس فهل جرب المسكون بالأمن رعشتي وهل ذاق رب الماء ما ذاقه يبسي يا الله فديتك يا أماه ضلت كواكبي ولم يبق في المشكات منها سوى الخمس هبيني يديك البيض كي أقتدي بها يعد نفسي المنفي دهرا إلى نفسي يعد نفسي المنفي دهرا إلى نفسي سيعود حتما طالما أن هذه الروح الخضراء اليانع اليافعة نازلت مؤمنة بفكرة أن الشعر يشعل مصابيح هدى ليس في نفوس الناس فقط وإنما في نفوس أبناء الأجيال القادمة أنت تستحق كل هذا الاحتفاء يا خالد سنأقض فاصلا قصيرا ومن ثم نواصل مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود بقو معا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا بكم أعزائنا المشاهدين لمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو الشعر السوري الصاعد بقوة والمقنع جدا الأستاذ خالد لمحيميد أهلا بك مجددا أستاذ خالد حياكم الله أستاذ مصر خارج أسوار الوقت كلمنا قليلا عن هذا الديوان خارج أسوار الوقت هو ديوان الأول أو فلنقل هو المجموعة الشعرية الأولى لخالد لمحيميد جاءت فكرة خارج أسوار الوقت من قصيدته الأم وكل قصائدي تقريبا أو جل قصائدي لها ذات الطابع الوطني فكانت فكرة خارج أسوار الوقت هي فكرة اللاجئين السوريين هم خارج أسوار الوقت الثائرين هم خارج أسوار الوقت يا الله بالمعنيين الثائر تمرد على الحدود تمرد على الزمان تمرد على الممنوع تمرد على المستحيل فأصبح خارج الوقت واللاجئ خرج من وطنه فأصبح خارج أسوار الوقت لا أحد يعد له دقائق ولا أحد يكترث لمضي الأيام تحت وسادته يا الله ما أقصى هذه العبارة وإن كانت مرتجلة إلا أن فيها من الحزن ما يدفعني إلى سؤال جديد هل ندمتم كسوريين على فكرة البحث عن الحرية ومواجهة كل ظالم أبدا أبدا وما البينة البينة أننا ما زلنا حتى تاريخ اليوم نصدح بها نطالب بها أحسنت رغم كل المعوقات التي يملكها تتحملون الصعب نتحمل الصعب وأكبر دليل على ذلك تلك الخيام المنصوبة على الحدود تواجهون كل هذه الآلام نواجه السيول يواجه أهلنا السيول حتى لا أدعي لنفسي أنني أواجه السيول هل توقعتم يوما أن يصل الحال بكم إلى ما وصل به هل الحرية تستحق الحرية تستحق لم نتوقع أن نصل إلى هنا وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق قد يقول قائل يا أستاذ خالد هذا كلام بديعي كلام فقط للاستئناس للشعور بالجمال لكن إذا ما أردنا أن نعيش الواقع فإن آلام وصرخات المعذبين تحتاج وقفة هل يمكن لهذه الوقفة أن تحصل مثلا هل يمكن لو قدر لك أن تعيد شريط الزمن أن تغير مثلا الأحداث فلا تخرج لمواجهة الظالم هل يمكن ذلك أن يحدث لا أبدا بصراحة لا أبدا يعني كنت ستعيد ما فعلت بكل تأكيد إذن أنا خائن لنفسي أولا ولمبدأي ثانيا ولأهلي ثالثا ولوطني أولا وأخيرا فإذن ما قيمة الدماء التي بذلت والتي روت أرض وطننا ما معنى آهات المعذبين خلف القطبان وأين نحن منهم لقد قدم أبناء وطني الكثير وأنا قدمت ما باستطاعاتي وقدمت كلمتي ونريد منك أن تقدم لنا قصيدة جديدة الآن تفضل من خارج أسوار الوقت مجددا من خارج أسوار الوقت نقرأ لا بان ولا علم تفضل لا ريم في القاع لا بان ولا علم لكن أبيح دمي يا أيها العلم يا الله أحلقت لي من واليته زمنا وأشهري عندما أفت الفتى حرموا مذقلت لا انقلب التاريخ ثار غد على تقاليد أمس ربه صنموا فرحت أشرب قومي كأس عزتهم ما أطيب الكاس إن صبت بها القيم ما أطيب الكاس إن صبت بها القيم آه والله يا سيد الماء نار في مضاربنا فكيف تدفع عنا شرها الخيام آه يا سيد النور لا مش كات في يدنا والليل يمعن غدرا والسنى هرموا والأرض رملية الأنحاء والأرض رملية الأنحاء والأرض رملية الأنحاء مالحة فمن يمد يدا إن غاصت القدم محملون بما في الكون من تعب مدرجون بحلم دونه القمم محمديون في سيمائنا أثر من المحبة زانت نوره الشيم أندا من الغيث أي دينا التي سغبت يتقطئ الرأس في حضراتها الكرم قمنا مع الفجر لما حان موعده فصدنا عن ضياه العرب والعجم يا الله يا سيدي من تناصنعاء عن غدها ذات المجيرين نار الرافدين هم يا سيدي من تناصنعاء عن غدها ذات المجيرين ذات المجيرين نار الرافدين هم وإن من صلبوا في الشام بسمتنا ذات الذين على أشلائنا لطموا تقمصوا نصرة المظلوم تورية وعندما اخضر عود المجتهى حطموا وعندما اخضر عود المجتهى حطموا يا الله يا سيدي لم يعد في الشعر متسع من المجاز الذي منفك ينصرمه يا سيدي لم يعد في الشعر متسع من المجاز الذي منفك ينصرمه يصد عن حرفي المكسور خاطره فكيف يجبر حرفي وهو منهزم الله وكيف يطرب هذا الشعر سامعه إذا تمكن من أوتاره الألم وكيف يبدع في معناك ممتدح وقد تسمر في تقصيره القلم إليك أحمل شوقا لا سكون له كأنه الموج في جنبي يرتطم لا أدعي ما ادعاه السابقون ولن وحسب يلجود بالموجود يا كرم وحسب يلجود بالموجود يا كرم عن عم بك من كريم مكرم أستاذ خالد حديثنا لا يزال عن الحرية لكن دعنا نذهب إلى اتجاه آخر في نفس الموضوع ولكن من زاوية مختلفة يعني إذا ما أردنا نتحدث عن الحرية أو ما يظنها بعضهم كذلك من حق من يكتبوا ما يشاءون أن لا يكون هناك قيود أن يتجاوزوا كل الحدود في الكتابة حتى وإن أرادوا أن يتطاولوا ولياذ بالله على الذات الإلهية على كل ما هو يعني مسيج بفكرة التحريم هل هذا ضرب من ضروب الحرية أم أنه شكل من أشكال القيد أم أنه أمر مختلف لا هذا ولا ذاك نحن ضد تفلت الحرية ضد تسيب حدود الحرية كما أسلفت الحرية كالدولة إذا لم تحرس حدودها دخل فوضى أصبحت فوضى دخل الحابل والنابل على هذه الدولة وخرج منها وسبب لها مشاكل كبرى نعم كذلك الحرية بالنسبة للشاعر هل يمكن أن تمنحني الحرية تطاولا على الناس أقول تطاولا ولا أقول مجابهة للظلمة هل تمنحني ذلك هل تسمح للحرية بأن أتجاوز معتقدات الناس الدينية ومقدساتها وشخصياتها المشهورة إذن هناك فرق بين الحرية وقلة الأدب بكل تأكيد هذا يختلف عن ذاك مطلقا جملة وتفصيلة لكن فكرة من يريدون للشاعر أن يكون مباشرا أو أن يكون موغل بالكلاسيكية والارتماء في أحضان القديم أنت أظنك لست معها أم أنك تقف في منطقة وسط أم أين تقف بالضبط أنا أقف أولا يستحضرني قول نزار قباني أطلقوا نارهم على المتنبي وأراقوا دماء مجنون عامر لو كتبنا يوما رسالة حب شنقونا على بياض الدفاتر شنقونا على بياض الدفاتر أحسنت لنكن في المنطقة الوسطى بين هذا وذاك نتمسك بالموروثة القديم بكل تأكيد لا نعيد هضمه واجتراره وتكراره وإلا لأصبحنا مقلدون نعم وإلا لأصبحنا مقلدين نقدم أنفسنا بلغة رصينة متينة ثمينة حتى إذا ما جاء أجيال ما جاءت أجيال لاحقة تقول كان لأبناء ذلك العصر هوية لا استنساخ لهويات سابقة صدقتي يا صديقي أنت الآن حتى هذا التاريخ منذ مئات السنين تقرأ للمتنبي وكأن قوله هذا اليوم كثير من أبياته عاشت وكأنها تطبق على أرض الواقع في أيامنا الحالية وجرت أمثلة وجرت على الأسنة العامة هذا المطلوب من الشاعر المطلوب من الشاعر ليس التقليدية ولا البرجوازية دعني إن صح التعبير أو أن يكون في قصره العاجي بعيدا متطاولا مرتفعا عن الناس ما يقول نزار قبان يقول لم أجلس في قصره العاجي في أحدى مقابلاته نعم أو معنى ما قال بالضبط ولكن نزلت إلى الشارع وجلست على الرصيف وأخذت الشعرة أو أخذت الكلام من أفواه البسطة وصيرته شعرة وهذا ذاته ما قالته ابنته هدباء بعد وفاته قالت لقد نزل أبي من برجه العاجي إلى عوام الناس فأحبه الكثير نعم ولذلك وصل ولذلك ملأ الدنيا كما ملأ أهل متنبيسة وكذلك تملأها أنت في مسامعنا وقلوبنا إلى قصيدة جديدة تفضل بدنا نسمع شيء جديد منك يا خالد قبل أن نروح للمحور الأخير في حديثنا وبعده إلى قصيدة الختام تفضل القصيدة هذه كتبتها بالطارئين الطارئون تفضل هم بايعوك على الوفاء فباعوا يا الله وتعهدوا لك بالطريق فضاعوا من جديد هم بايعوك على الوفاء فباعوا وكفك للأنام مشاع حتى ما تعتنق البساطة مذهبا إن البساطة دينها الأوجاع حتى ما يقتسمون قمحك يافعا ويداك لا يرتاده النصوا ما كل لماع بعينك خالص بعض الوجوه بعض الوجوه بريقها خداع هم بريقا هم بريقا هم بريقا هم بريقا هم بريقا الأسماع أهله ما تم عن إدمانه إقلاعه وإذا سئلت عن الرفاق فقل لهم ضاعت مصالحهم لدي فضاعوا فضاعوا ومقرها القلب المكشوفة لنظر وبصيرة كل منهما ربما كانت أصدق من تلك المحبة التي تنبني على مصلحة بكل تأكيد كل ما يبنى على المصالح ينتهي بانتهائها أحسنت يا خالد أما ما يبنى على الحب يدوم دوامه آه والله أحسنت إذا أردنا أن نتحدث الآن في محورنا الأخير عن فكرة الحرية ولكن عن الشاعر الذي يكتب ويصول ويجول ويقول اثبتوا صابروا قاتلوا قاوموا تحرروا وعند أول امتحان عملي يسقط ماذا تقول فيه هذا كان مدعيا بالأصل لم يكن متمثلا لهذا المبدأ الذي يتحدث عنه لكن كيف لمدعي أستاذ خالد كيف لمدعي أن يصل إلى الناس أن يصل إلى كثيرين أن يؤثر بهم يا صديقي لا يمكن أن يكون هناك مشكلة معينة في وعي العامة مثلا ليست المشكلة بوعي العامة بقدر ما هي بكذبه بكذبه وحلاوة لسانه وقدرته على إقناع الناس بما يقول يعني من الممكن أن يخدع الجمهور بأحد ممكن جدا كما خدع الجمهور بحكامه لعشرات السنين كما خدعنا بحكامنا المستبدين مثلا كثير من الشعراء الذين خرجوا وتحدثوا عن فكرة القدس وهي عروس العروبة وحينما احتل الأمريكان بلادهم مثلا لم يتكلموا بكلمة أو حينما مثلا جثى على جسد بلاده الكثير من الفاسدين لم ينبس ببنت شفة ماذا نقول في هؤلاء هذا سقط من أعين الناس سقط من أعين نفسه وهو يعرف ذلك أنه ساقط من عينه قبل أعين الناس هو مدعي بالنهاية لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل أصلا الشريحة الكبرى من الشعراء لكنك لا تصلخ عنه فكرة أنه الشاعر بكل تأكيد الشعر شيء آخر نحن نتكلم عن المبدأ في الشعر أو الاستثناء عن الاستثناء بحد ذاته هذا ما حور الحديث أما كونه شعر قد يكون شعرا كبيرا يا سيدي المتنبي تلون بقدر ما تتلون الحرباء مدع هذا اليوم وهجاه في اليوم الآخر بعيدا عن المبادئ الرجل لكن هل يمكن أن تقول المتنبي ليس بشعر بل عظيم الشعراء بل إنه ملأ الدنيا وشغل الناس أحسنت أحسنت فهذا شيء وذاك شيء آخر أحسنت يا خالد إذن أنت مع فكرة الاستثناء بشر أنت تسعى لأن تكون استثناءا أنا أحاول بالكلمة فقط أم بالفعل مثل الكلمة بالفعل قبل الكلمة بالفعل قبل الكلمة أحسنت يا خالد إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة لكنها لن تكون الأخيرة في محبتنا القائمة والمستمرة بإذن الله تفضل إلى قصيدتك التي تود أن تختم بها هذه الحلقة من بيت القصيد لعلنا نروح عن المشاهدين اقترأ ما تحب لا بأس ونذهب إلى الغزل اغذر علينا حتى لا يقال عنا سوداويون أو سوداويين أنت بعد ما غمست الجمهور في كل هالأحزان جاء تختم الآن بالغزل سيدي أنعم بها من خاتمة حتى يغفر لك المحبون ما تقدم من شارك الممتلئ مآسي وأوجاع أتمنى ذلك تفضل هي دعابة لأكثر سيدة الهيل نعم المضيئات دون وجهك ليل والمسرات لو تصدين ويل المضيئات دون وجهك ليل والمسرات لو تصدين ويل ويل والعدالات قبل حكمك ميل كل ربح إذا تغيبين دين والخسارات في حضورك نيل يا خلودي وكل عمر طويل لم تزينيه في وصالك زيل جئتك اليوم من أقاصي غيابي لم يعد لي على منافي حيل حاسر الروح أرتدي الصبر زيا زادي الشعر والمجازات خيل سامني الحظ واستباح في طامي قبل عامي فأرق القلب غيل بي من الحزن ما يهد جبالا ومن الشوق يا حبيبة سيلو بي من الحزن ما يهد جبالا ومن الشوق يا حبيبة سيلو أتهجاكي مثل ما يتهجى موقف العدل في الموازين كيلو قهوة في شرائع الحب كفي فمنح الوصلة إن كفك هيلو فمنح الوصلة إن كفك هيلو وأنعم بها من خاتمة هذه رائحة العذبة رائحة التالب الشامي هذه المرة والعشق اللطيف الخفيف والعفيف في ذات الأوان والمكان والزمان دائما تعمر الأماكن وتعجن الأزمنة بعطر قلبك الممتد من هنا إلى هناك الذي يشتاق إليك يا خالد أرجو لك كل التوفيق في مشوارك الشعري والإنساني وأن يحقق الله لك تمام المقاصد التي تبحث عنها وزيادة في ختم هذه الحلقة ماذا تود أن تقول شكرا لك أولا أستاذ مصطفى قبل كل شيء على هذا التمن هذا واجب وأتمنى لك أضعاف ما تتمنى لي بكل تأكيد ولكل المشاهدين الكرام في ختم هذه الحلقة أعيد وأكرر شكري لك ولقناة الرافدين بكل كوادرها شكرا لاستضادة الفتحة الكريمة أخيرا وليس آخرا الكلمة منتصرة الحرية محققة آمال الشعوب كالشموس ستبقى ساطعة ستبقى ساطعة وإن غابت تغيبوا لتشرق من جديد أحسنت يا خالد شكرا جزيلا لك شاهدنا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة إن شاء الله الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر حتى ذلك الحين ظلوا دائما في أمن الله أستودعكم الله شكرا يا خارج شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة